ناحية تانية المنتخب التونسي بكرة عنده مواجه في منتهى الصعوبة أمام المنتخب الفرنسي ومحتاج فيها الفوز عشان يشوف أماله كمان في البطولة المنتخب الفرنسي منتخب رائع جدا حتى ولعب الدكة فهو منتخب رائع جدا حامل لقب الموديل تونس حسوظه أيه بكرة بص يا كريم ومتمنى عزقنا في تونس ثاني يعني اسمعوا ده مش على إنه انتقاد على قد ما هو على صعيد النصيح لازم الخلفيات اللي موجودة في ظاهر المنتخب التونسي الكواليس الإدارية في منتخب التونسي لازم كان يتم إصلاحها من وقت بعيد جدا إنه منتخب التونسي يدخل في بعض المشاكل في قط اللبس وبعض المشاكل خاصة بالقائمة في ظل تناثر أخبار كتير جدا عن مشاكل في اختيار القائمة التونسية من المدير الفني جلال قدري بل واختيار جلال قادري نفسه أن يكون المدير الفني لمنتخب تونس فلازم ننحي ده جانبا واللعابة يتركز أنه بكرة مباراة للتاريخ قد يكون هدف واحد للتاريخة كريم أمام المنتخب الفرنسي هدف واحد قد يدعى بعد كل المشاكل دي والأداء الباهد والفرصة الذهبية اللي ضيعها المنتخب التونسي أمام المنتخب الاسترالي بكرة هدف وحيد وليه لا المنتخب الياباني كسب المنتخب الألماني المنتخب السعودي كسب المنتخب الأرجنتيني وليه لا أو المنتخب الفرنسي خلاص صعد رسميا متصدرا للمجموعة آه المباراة لها أبعاد وخلفيات كتير جدا تاريخية لكن في النهاية ليه لا ليه منزلش يولعب مباراة للتاريخ هدف أو فوز قد يعني تأهل المنتخب التونسي للدور الثاني رغم كل المشاكل والحاجات اللي قلناها دي لكن المنتخب التونسي طبعا لو كلمنا على الورق المباراة ليست في المتناول أبدا منتخب قوي جدا لسكواد بالكامير رغم اخسار تورتس على يعابين فرنسا بتقدم أداء أولى أروع في المنديال الحالي فازوا على الدرمارك بمنتها السهولة فازوا على أستوريليا لكن هفضل أقولك الكرة فيها كل حاجة وارد جدا المنتخب التونسي يعملوا مفاجأة تفرحنا كلنا بكرة ويفوز على المنتخب الفرنسي في ظل أنه الأمور لسه في المتناول شو دا عملتها قدام الأرجنتين اليابان عملتها قدام المنتخب الألماني حتى المغرب قدام المنتخب البجيك طبعا طبعا يمكننا ما قلتش المغرب الكريم لان اشرف المغرب طبعا ما احترام مغرب متخب كبير هنجيله فوقته لكن عشان كده ما قلتش المغرب